بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنبدأ مع بعض chapter 10 واللي بنتناول فيه other type of grippers لو قينا نشوف learning outcomes for this chapter أول حاجة بقولي recognize the different types of grippers تاني حاجة بقولي identify what should be considered when choosing and designing the gripper لو نيجي نشوف ما هي الأنواع المختلفة الأخرى احنا تكلمنا على mechanical gripper هنا بنيجي نتكلم على الأنواع الأخرى فعندنا vacuum cups عندنا magnetic grippers والadhesive grippers and other devices such as hooks, inflating, scooping لو جينا نتكلم على vacuum cups بيقولي in the majority of vacuum system the vacuum cup is made of elastic material which is flexible enough to form a seal between itself and the work that being transported it can be useful in automobile wind shields note the surface must be very clean لازم لما تيجي تشتغل تتأكد تماماً ان السطح نظيفاً تماماً عشان تضمن ان يحصل ال vacuum تعمل عملية الانتصاق التام بالشغلات وبعدين كمان ايه dry and flat لنشوف شكل ال vacuum cups اولي ان انا عندي هذا ال part القدامي بهذا الشكل فادي ال vacuum heads بيعمل ايه تنطبق على السطح بعمل التلاصق ايه مع السطح في النقاط اللي هتبدأ عملية lifting منها وبيضغط عشان يعمل ايه اني الجزء اللي هو بتاع ال vacuum head يعمل تلاصق مع ال part ويبدأ يعمل عملية ايه النقل من مكان الى اخر تعالي نشوف الفيديو ده هيوضح لنا ازاي العملية دي بالتم ف بييجي بيقولك دي الانواع المختلفة بتاعت او الاجزاء المختلفة بتاعت vacuum cup ف هيرفع هنا شوف ال tiles دي 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 مش جزء واحد ده مجموعة من ال tiles وبالك فشوف بقى بينقلهم مجموعة واحدة يضعهم هنا يتحرك شوف المكان اللي اتحرك ادي ميزة الروبط very accurate وبعدين ادي الاجزاء details اهو رفع ال tiles مجموعة كلها مع بعض ما في ملي اتحرك ما بينهم وبين بعض هيضعهم فوق ال tiles السابقين and so on ويقرر العمل دي هي ايه دي ال vacuum cups اللي ايه بنرفع بيها ال parts and so on اشتركوا في القناة